هنا في هذه المدرسة تجتمع أكثر من 350 فتاة في مخيم المحبة والسلام الثالث الذي تقيمه مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة بمديرية تريم يهدف هذا المخيم السنوي إلى استغلال العطلة الصيفية بالمفيد وتنمية القدرات وتعميق مبدال عمل تطوعي لدى الفتيات للانخراط في المجتمع جئت لهذه الدورة واستفدنا كثير أشياء منها طبعا نغطي أوقات الفراق وفي أشياء وايد كثيرة استفدنا منها المخيم يستمر شهرا كاملا ويضم سبعة أجسام مختلفة جسم الكوافير والنقش والطبخ والإسعافات الأولية والأعمال اليدوية إضافة إلى الرسم والخط والحاسوب حيث يقوم بالتدريب نخبة من المعلمات المؤهلات في هذه التخصصات وكل من شارك في إنجاح هذا المخيم الطيب الذي له أيضا حصيلة علمية مفيدة تخدم شريحة كبيرة من بنات تريم لتعكس هذه المهارات على مستوى الأسرة وعلى مستوى الحي وكذا تعود المنفعة للغنة تريم بحول الله نحن هنا نهتم بالحنة لأنها ميزة تتميز بها المرأة عن الرجل الحنة زينة المرأة طبعا أي مرأة تحب الحنة وتحب الفن وتحب الناقش فالفن والرقيء من أساسيات المرأة والحنة أجمل ما يعطي نقا وجمال للمرأة المخيم أيضا يخصص أيام أخرى للعديد من الفعاليات كإقامة الزيارات وبرامج تدريبية أخرى وهو ما لاقى استحسانا لدى المواطنين نظير ما يقوم به المخيم من دور في استثمار أوقات هذه الشريحة الفاعلة في المجتمع والحفاظ عليها بما يعود بالنفع عليهن وعلى المنطقة والمحافظة حدد مساعد قناة بلقيس حضر موت